تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة تحقيق مملكة البحرين لأربع ميداليات مع ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس الفين واربعة وعشرين وفيما يلي نص البرقية بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلال الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي خالص التهاني والتبركات بمناسبة تحقيق مملكة البحرين لأربع ميداليات مع ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس الفين واربعة وعشرين وتسجيلها رقما قياسيا جديدا في تاريخ منافسات الأولمبياد بسباق ثلاثة ألاف متر موانع للسيدات ورفع راية البحرين خفاقة في هذا المحفل الرياضي العالمي المهم والذي يؤكد على ما تمتلكه البحرين من كوادر شبابية طموحة حريصة على تعزيز سمعة ومكانة مملكة البحرين رياضيا على مختلف المستويات سيدي حضرت صاحب الجلالة الملك المعظم إن المستوى المشرف الذي ظهرت به مملكة البحرين في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس الفين واربعة وعشرين وفوزها اليوم بمدالية ذهبية في منافسات المصارعة وزن سبعة وتسعين كيلو جرام والتي تعد الرابعة ضمن أولمبياد باريس دليل على ما تولونه جلالتكم من دعم ورعاية للقطاع الرياضي والرياضيين وحرص على تحقيق الرياضة البحرينية المكان المتميزة في البطولات المحلية والإقليمية والدولية إن رعاية جلالتكم واهتمامكم المتواصل يأتي من منطلق كونكم الراعي الأول للرياضة والرياضيين وهو ما يمثل الحافز الأكبر للجميع لمواصلة الإنجاز وحصد النجاحات في مختلف الرياضات والمحافل الدولية بما يسهم في رفعة مملكة البحرين سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم نؤكد لجلالتكم أن توجيهاتكم ورؤاكم المتصلة بالقطاع الرياضي هي محل أولوية دائمة لدى الحكومة والجهات ذات الشأن لما تمثله هذه التوجيهات من خارطة طريق للرياضة والرياضيين مؤكدين حرصنا الدائم على تحقيق كل ما من شأنه الخير والنماء للرياضة والرياضيين في مملكة البحرين كما نشيد بالجهود الطيبة والمخلصة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والتي كان لها بالغ الأثر في دعم تقدم الرياضة البحرينية وتعزيز تنفسيتها معربين عن اعتزازنا بمساعيهم الحثيثة والتي تحرص دوما على رفع اسم مملكة البحرين وننتهز هذه الفرصة لنهنئ الفائزين بالميدالية الأربع واللاعبين الذين مثلوا فريق البحرين وجميع الكوادر الفنية والإدارية الذين ساهموا في إنجاح مشاركة المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ونشيد بما حققوه من نتائج مشرفة وما أظهروه من روح حماسية وإصرار عال وعزيمة كبيرة كان لها الأثر الكبير فيما تحقق للمملكة من نتائج ويسعدنا بهذه المناسبة كذلك أن نهنئ كل من حرص على متابعة وتشجيع فريق البحرين بالدورة من المملكة ومن الدول العربية الشقيقة من أجل تحقيق هذه النتائج المتميزة التي تمثل إسهاما هاما في رفع حصيلة الإنجازات العربية على مستوى الدورات الأولمبية والبطولات الدولية وفي الختام نسأل الله المولى عز وجل أن يؤديم على جلالتكم الصحة والسعادة وطول العمر ويحفظكم عزا وذخرا وفخرا وسندا للوطن الغالي وكافة أبنائه إنه سميع مجيب الدعاء ودمتم سيدي بحفظ الله ورعايته سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء